تعقد اللجنة الوزرية المكلفة متابعة ملف المخطفين التسعة في سوريا اجتماعا لها ظهر اليوم الاثنين لاستباق التحرك الذي ينوي الاهل القيام به على طريق القصر الجمهوري بعبدة وكان ذو المخطفين نفذوا اعتصاما أمام السفارة التركية مهددين بالتصعيد مطلع العام المقبل نفذ صبرهم وفقدوا ثقتهم بكل الوعود فقرروا التوجه إلى من سموه المعني المباشر بقضية أبنائهم التسعة المخطفين في أعزاز فنفذوا اعتصاما أمام السفارة التركية مهددين بالتصعيد إذا لم تتحرك جديا في هذه القضية نعلمكم أنكم بأفعالكم هذه قد نبشتم من زاكرتنا القريبة ما تسببت به حكوماتكم السابقة وقاصة أيام السيء الزكر جمال باشا السفاح قدام رحلات الطيران طبعولهم وقدام بيخراطهم وقدام بردات السماك وقدام كل شيء بيجي فيه مصلحة تركية بدنا نعطله إذا الدول بتقيس بالمصالح هلأ الدولة التركية تقيس المصالح هلأ إذا قادرين يضحوا بكل هوا كرمال هوا التسعة اللبنانيين يضلوا بأعزاز المسألة بترجع لقيلهم أنه إحنا ما عم نتجوزها ما عم نخطف إذا هني عم يحكوا على الخطف بعدين إذا لأيناها من نسبة الخطف حنعملها أكيد لأنه بعد سبعة شهر نحن ما قدرين بعض ننطر أكثر الموضوع النائب النفس بالكامل بده يفشل عقاب سأر صار فيه ضجة طويلة عريضة محورها أنه هو عم يهتم بالمخطفين عال فخامت الرئيس يحكي معه يستطلع منه وين صارت هاي المسألة أين هي متوقفة ما هو الثمن هل تستطيع الدولة اللبنانية دفع هذا الثمن إن كانت تستطيع فلتدفعه حملوا كتابة تاريخ وفي الصفحة التي تتحدث عن فترة الاحتلال العثماني للبنان وضعوا رسالة إلى السفارة وأصروا على تسليمها إلى أحد الموظفين الذي خرج وتسلم واعدا بنقل صوتهم دع ضع يا شابين دع ضع يا شابين كل تركي رح يكون على طريق المطار رح يكون هدف إلنا إذا ما قدرنا نطعه مثل ما بتطعه رجال بيضعفين لنا نحنا النسوين بدنا نجيبه نحنا مثل ما قادل الزلمة ونيكي كذيب المنقوطة أو قادل منعملنا الشغلة هلأ منفجر حالنا منعملنا الشغلة ما بيرضاها الحكومة لا أخبار جديدة بل على العكس توقفت كل الأخبار عن اللبنانيين في أعزاز هذا ما نقله أحد المتصلين من الأهالي بأبو إبراهيم عمسلم عليه قال لي أهلين عواض بس قصة المخطفين ما بقى أحد يحكي فيهن هل ملف تسكر وطبش تليفون الاعتصام الذي واكبته تدبير أمنية مشددة كشف في خلاله الأهالي عن تصعيد كبير مطلع العام المقبل إذا لم يعد أبناؤهم وقبل البدء به كشفوا عن اعتصام سينفذ الثلاثاء المقبل يوم الميلاد في أقرب نقطة إلى القصر الجمهوري